اشتركوا في القناة نتفرق بين أنواع المناعة غير المتخصصة فجهاز المناعة ما هي أهمية جهاز المناعة؟ حماية الجسم من مسببات الأمراض المتمثلة في البكتيريا والفيروسات وغيرها من المخلوقات الحية نقسم جهاز المناعة إلى مناعة متخصصة والمناعة الغير متخصصة المناعة غير المتخصصة لا تستهدف نوعا محددا من مسببات الأمراض كذلك تساعد على إبطاء تقدم المرض ومنعه إلى أن تبدأ المناعة المتخصصة في عملها رقم ثلاثة من أكثر استجابة المناعة فاعلية فهي خط الدفاع الأول المناعة في جسم الإنسان نفس ما عرفنا المناعة غير المتخصصة والمناعة المتخصصة راح نروح إن شاء الله نتعمق أكثر في المناعة الغير متخصصة التي تشمل الاستجابة الالتهابية الانترفيرون الدفاع الخلوي كذلك الحواجز بداية راح نعرف أن الدفاع الخلوي عندنا راح نشوف فيه البروتينات المتممة كذلك البلعمة عن طريق خلايا الدم البيضاء أما بالنسبة إلى الحواجز فتتمثل في الحواجز الكيميائية وحاجز الجلد الحواجز الكيميائية مثال عليها المخاط، اللعاب، الدموع والإفرازات الأنفية كذلك حمض الهايدروكلوريك فبالتالي نستعرض في هذا الجدول أول نوع من أنواع المناعة غير المتخصصة متمثلة في حاجز الجلد فلو أخذنا حاجز الجلد ما هي مكونات حاجز الجلد تتكون من الخلايا الميتة كذلك البكتيريا التي تعيش على الجلد تكافليا راح نروح في طريقة محاربة كل مكون من حاجز الجلد في المايكروب فالخلايا الميتة طريقة محاربتها للمايكروب عن طريق الحماية ضد غزو المخلوقات الحية الدقيقة أما بالنسبة للبكتيريا التي تعيش تكافليا على الجلد فهي تهضم الزيوت الجلدية لتنتج الأحماض الأحماض هذه راح تثبت يعني راح توقف من عمل مسببات الأمراض نروح للحاجز النوع الثاني عبارة عن الحواجز الكيميائية من اسمها كلمة كيميائية معناتها راح نلاحظ فيها أو مكوناتها اللعاب والدموع والإفرازات الأنفية كذلك المخاط راح نتعرف على طريقة كل مكون في محاربتها للمايكروب بداية اللعاب والدموع والإفرازات الأنفية كيف تحارب المايكروب عن طريق إفرازها إلى إنزيم محلل هذا الإنزيم يعمل على تحطيم جدار الخلية البكتيرية هنا جدار الخلية البكتيرية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مسبب المرض فبالتالي تسبب موت المخلوقات المسببة إلى المرض بالنسبة إلى المخاط المخاط عبارة عن حاجز حماية يمنع البكتيريا من الالتصاق بالخلايا الطلائية كذلك نكمل على الحواجز الكيميائية عندي مكون آخر يسمى بالأهداب ماذا تعمل الأهداب في محاربتها للمايكروب؟ تعمل على دفع البكتيريا التي التسقت بالمخاط السابق بعيدا عن الرئتين كذلك تعمل على طرد المخاط الحامل للعدوى إلى خارج الجسم عن طريق السعال وعن طريق العطاس ننتقل إلى المكون الآخر المتمثل في حمض الهايدروكلوريك نفس ما عرفنا حمض الهايدروكلوريك يتواجد في المعدة كيف يعمل حمض الهايدروكلوريك على محاربة المايكروب؟ بالتالي يقتل العديد من المخلوقات الحية الدقيقة التي تسبب المرض وتوجد في الطعام الذي نتناوله نستكمل الدفاع الخلوي الدفاع الخلوي عند عملية البلعمة ما المقصود بعملية البلعمة؟ عملية البلعمة عندنا ما يسمى خلايا الدم البيضاء عند نوعين من خلايا الدم البيضاء خلايا أكولة متعادلة كذلك الخلايا الأكولة الكبيرة كيف تقوم هذه الخلايا بعملية البلعمة؟ تحيط بالمخلوق الحي الغريب الداخل إلى جسم الإنسان فبالتالي تعمل على إفراز أنزيمات ما هو دور هذه الأنزيمات؟ الأنزيمات والمواد الكيميائية المحللة كالليسوسومات تعمل على القضاء على مسبب المرض فبالتالي تفرز أنزيمات هاضمة تفرز مواد كيميائية تعمل على القضاء على مسبب المرض عندي الدفاع الخلوي متمثل في البروتينات المتممة المتممة عفوا البروتينات موجودة ما هي البروتينات المتممة؟ البروتينات المتممة عبارة عن بروتينات تتواجد في إبلازمة الدم راح تعزز من عملية البلعمة اللي تقوم بها كريات أو خلايا الدم البيضاء كيف تعزز البروتينات المتممة إلى عملية البلعمة راح تساعد الخلايا الأكولة تعمل على مساعدة الخلايا الأكولة على الارتباط مع مسبب المرض فبالتالي تعزز من عملية ماذا؟ تحطيم راح تحطم لنا غشاء الخلية تحطم غشاء الخلية فلاحظنا هاي الصورة عبارة عن الغشاء البلازمي متمثل في الغشاء البلازمي هذا عبارة عن الغشاء البلازمي إلى الخلية الغريبة فبالتالي ماذا تعمل البروتينات المتممة؟ البروتينات المتممة تكون موجودة في بلازم الدم راح تنغرس في الغشاء البلازمي للخلية الغريبة فبالتالي راح تندفع السوائل إلى داخل الخلية مما يسبب فيه انفجار الخلية فبالتالي هي راح تعمل أو تركز على الغشاء الخلية الغريبة فراح تعمل على انفجار هذا الغشاء ودخول السوائل إليها فبالتالي كريات أو خلايا الدم الحمراء تعمل على القضاء على مسبب المرض عندي أنواع خلايا جهاز المناعة عندي ثلاثة أنواع تتمثل فيه الخلايا المتعادلة، الخلايا الأكولة والخلايا اللنفية فما هي وظيفة الخلايا المتعادلة تقوم بأي عملية؟ تقوم بعملية البلعمة عملية البلعمة أي عملية ابتلاع الكائن الغريب فهي خلايا الدم التي تبتلع مسبب المرض وهو البكتيريا النوع الآخر، الخلايا الأكولة الكبيرة تقوم كذلك بعملية البلعمة فخلايا الدم التي تبتلع البكتيريا فبالتالي تتخلص من الخلايا المتعادلة الميتة وبقايا مكوناتها آخر نوع، الخلايا اللنفية فهي تكون كخط دفاع في المناعة المتخصصة أجسام مضادة تكون أجسام مضادة تقتل مسببات المرض فبالتالي خلايا الدم التي تنتج الأجسام المضادة ومواد كيميائية أخرى نلتقل إلى النوع الآخر المتمثل في الانترفيرون الانترفيرون عبارة عن خط دفاع خط دفاع خلوي ولكن يعمل على أي نوع من مسببات الأمراض يشتغل لنا على الفيروس خط دفاع خلوي يمنع الفيروس من الانتشار عند دخول الجسم كيف يعمل على القضاء على الفيروس؟ من خلال إفراز الخلايا المصابة بالفيروس هذا البروتين يسمى بالانترفيرون يعني الخلايا المصابة بالفيروس راح تفرز لنا بروتينات معينة تسمى بالانترفيرون فبالتالي الانترفيرون راح ينتقل إلى الخلايا المجاورة ليرتبط مع الخلايا المجاورة فبالتالي يحفز هذه الخلايا على إنتاج بروتينات مضادة إلى الفيروس هذه بالنسبة إلى الانترفيرون ننتقل إلى النوع الأخير وهو الاستجابة الالتهابية الاستجابة الالتهابية تعمل على تدمير مسبب المرض تدمر مسبب المرض كذلك تفرز مواد كيميائية من مسبب المرض وخلايا الجسم معا فبالتالي تعمل على أن الخلايا الأكولة تتجمع في المنطقة المصابة فمما يزيد من تدفق خلايا الدم البيضاء في المنطقة لذلك الشخص في حدوث الجرح راح يحس بعملية أو راح يحس بعوارض منها الألم الحرارة والإحمرار نتيجة تراكم خلايا الدم البيضاء في المنطقة المصابة شكرا لحس متابعتكم وأراكم في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر